كانت تشهد الحكومات السابقة التي تعمل على تأسيسها بالدورات السابقة بين صراعات طائفية ممكن أن نشهدها صراعات سنية وشيعية وكردية أو صراعات مكونات بما حدث بالحكومات التي سبقت ولكن ما نشهده اليوم هو صراع على الفساد صراع على مقاعد وزارية أي الوزارات التي تجني أموال أكثر بالتالي أصبح التصارع بين أحزاب السلطة والكتل السياسية تعمل على أخذ المقاعد الوزارية التي تمتلك موازنات بشكل أكبر مثل ما نشهد في وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات التي سمعنا عن أكو تأثير لبعض القوى السياسية على من يحصل على هذه المقاعد الوزارية لاستحصال موازنات أغلب على مر الموازنات الأربعة القادمة